اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي يصبح بالنسبة للسنوات القادمة ربما يعتبر من الأمور التي تعتبر بأمر رفاهي ولكن الآن الكثير من الناس يتحدثون عن خطر وهذا الكتاب الذي يحاول كشف عن كل تلك الأمور كما قال أنتوني عنوان الكتاب هو أن يكون هناك عملية تحويل التفكير التقليدي في ظل عدم اليقين وهي يعتبر دليل إلى صناع القرار أو للممارسين ويجب أن نعترف هذا لم يكن لنقل العنوان المفضل الأول إلي ولكن المؤلف كان لديه لنقل حاول أن يظهر نفسه طبعاً ولذلك أنا وافقت تقريباً أو شبه وافقت على أن أقوم بالموافقة على هذا العنوان بالنسبة إلى اللغة المستخدمة هذا هو الخطر هي نفسها طبعاً كلمة تعتبر هنا لديها بعض الثلاطات ونحن يفترض أن نرى ذلك قادماً عن عديد من الأمور التي غير مؤكدة أو بالواقع لا نستطيع أن نبحث عنها في أماكن أخرى ما هو الكتاب أو ما يتمحر الكتاب عن ذلك أن عدم اليقين وليس عدم يقين بشكل كامل ولكن يشرح فقط هو ما هو القادم بالنسبة إلينا ما أقول هنا أن كما قلت غالبية الأمور غير مؤكدة هي ليست بشكل كامل غير مؤكدة ولكن هي وضع إلينا الرؤية وأن نفكر القدرة بأن نفكر بالأمور التي لا نستطيع تفكير بها أو لا يمكن التفكير بها هو الجيد والسيء إذا كنا نفكر بالأمور التي لا يمكن أن يتم تفكير بها الهدف الرئيسي كان هنا لعملية تغيير الانطباع بالنسبة إلى عدم اليقين وعدم المؤكد وهذا ليس فقط أمر يحصل في المستقبل ولا يوجد لدينا سيطرة عليه ولكن إلى بعض المواقف أو الجزئيات والتي غالبية الأحداث المستقبلية التي يتم التنبؤ بها يتم النظر إليها بأنها هي بعض هذه المفاجآت التي يتم ابتكارها أو أمورا معروفة وغير معروفة وسأقوم بالتحدث بتفاصيل أكثر عن ذلك هذه تم ابتكارها من قبل آخرين وليس من قبل أنا ولكن أنا قمت بأغذية إليها هذا النقاش وهناك الكثير من الأمور المتعلقة في عملية الحيادية لنقوم بعمل جهود لنفكر بأمور غير مؤكدة وعدم اليقين التي قابلة للتعامل معها هذه هي الجزء من بعض الأجزاء الموجودة بالنسبة للكتاب لا نستطيع أن نقوم بعمل أفضل والاستجابة بشكل أفضل إذا لم نفهم ما هو عدب يقيني إذا كنا ننظر عن بعض هذه النقاط والانتباعات الموجودة من هذه السنوات التي نظرت إلى الكتاب كنا نريد أن نقوم بتقسيم الجزء بالنسبة لما هي الأمور الغير مؤكدة وما هو أيضا حتى المستوى لوضع أن ننظر إلى السيناريوهات كنفية الروابط التي ننظر إليها لأمور غير مؤكدة في عالمنا والثالثة التي أفترضه هي بعض المتطلبات وهي نرى كيف يتعامل دماغ البشر والإنسان عندما يتعامل مع أمور غير مؤكدة في العالم الحقيقي فإذا هناك أمور مختلفة ولكن كلها مترابطة ومتقاطعة ببعضها البعض أن نستطيع أن نعود إلى شريحتين إلى الوراء أحتاج لبعض البساعدة التقنية شريحة أخرى أيضا إلى الوراء هذه هي الشريحة نعود إلى السابقة نفكر بالأمور الغير قابلة للتفكير كما قلت غالبيت الصوت مالشي عدران صوت بس شوية انترنت ممكن والقدرة والرغبة الأمور غير مؤكدة وعدم اليقين في غريبية على نسبة أن هذه طبعا عدم اليقين يتم النظر إليها هي تخيفني لأنها غير واضحة والسؤال الذي يكون دائما بالنسبة لرسلنا القرار أعطيني لنقل أرقاما أعطيني مصفوفة هذا في غربية الحالات يكون هناك بعض الأرقام التي يتم انتاجها ولكن هذه الأرقام يتم استخدامها والتي تنظر إلى كيف تريد أن تفكر بالنسبة إلى مستويات كبيرة بالنسبة إلى أمور غير مؤكدة وعدم اليقين لنرى ما هي وجهة النظر المستركة عندما تتعلق الأمر بالنسبة إلى أمور أو مقدمة فرضية كل ذلك افترضيا وهذه الأمور التي تكون واسعة جدا نحاول توسيع نطاقها هنا لتأكيد أين طبيعة الأمور غير مؤكدة يكون هناك بعض التبعات التي تكون مترفقة بالظروف لأحداث غير قابلة للتنبؤ بها والنقلة الثالثة هي الخدرات المذهلة ليكون هناك نتائج محتملة لا يمكن أن يتم تعينها إذا لم نستطع التعامل معها وأخيرا الوضع وهذا للذين يتم تذكرهم هو الوضع هو القدرة لعمليات التوزيع لبعض هذه المتغيرات أو ربما النمط بالنسبة إلى حصولها إذا كان أو نشوء هذه وحصولها إذا كان معروفا وهي مختلفة من الخطر ما أردت أن قيام بعملي دائما وما أنا قيام بعملي هو الخطر هو ليس أمر غير مؤكد أو لنقول أمر غير مؤكد ولكن هناك بعض النقاط الموجودة التي تتشابك مع بعضها البعض كلما حصلنا على معلومات الأكثر هذا ما يسمى هو النطاق نطاق الخطر إذا انتقلنا إلى النقطة اليسار هنا سوط بتقطع ما نشاهدونها أي بيانات نوعية لبناء هذا القرار وهو محور هذا الموضوع كلما نحصل على معلومات أكثر معلومات تعتبر وهذا ممكن أن يتم التعمل معه مع أمور تتعلق بالاحتماليات عندما نكون بعمل ذلك يجب أن نكون طبعا دائما أن نكون موضوعيين جدا وكلما حصلنا على معلومات كمية ننظر هنا إلى مستويات مختلفة لعدم اليقين وأؤكد ذلك هذا أسميه هو النطاق هناك كلمة هناك موجودة هل يوجد هناك تحدي استبقي لما نقول هنا عن الفرق الرئيسي بين الخطر غير المؤكد وأن ذلك لا نستطيع أن نقوم بوضع تعداد إليها أو ربما نوعية ولكن نستطيع أن نقوم بتصنيفها كنمط من الجيد أن نكون محقين ولا أن نكون بشكل كبير مخطئين عندما ننظر إلى بعض المستويات المختلفة من الأمور الرياضية والأرقام لإثبات حالة واحدة من حالات أخرى هي دائما تكون مختلفة جدا وتعتبر غامضة جدا وأن نقوم بوضع كمية إلى هذه الأمور الغير مؤكدة أو غير متأقنين منها إذا أردنا أن نقوم بتقسيمه إذا عدنا إلى الشريحة يجب أن يكون هناك مثلث كبير في الوسط معذراً عن ذلك هذه مرة أخرى يوجد هناك مستويين مرة أخرى المستوى الأول هو الذي نريد بالنسبة للعملية إعادة البناء وهو تقسيمه ذلك إلى إلى ثلاثة نقاط رئيسية وهي بعض النقاط أنا أعتذر بأنكم لا تستطيع أن ترى هذا المدلس الكبير الذي كان يفترض أن يكون مارضاً هنا قبلاً ولكن السيناريوهات التي تعتبر السيناريوهات والتي نتحدث عنها بعد قليل بشكل أفضل ولكن الأمر هي الكثير من الحقائق السلوكية وكل الأمر التي نحن كبسر نحاول أن نقوم بدمجة بالمشكلة كل ذلك ليس ولذلك بأنهم ملت أن نعود إلى نموذجاً واحداً إلى إعادة البناء ننظر إلى الشريحة التارية نظر إلى هذه الماضية وأمور المتعلقة بعد بلقينة التي تؤثر ننظر إلى هذه الأمور الغير متأكدة وعدم اليقين أو الأمور الغير متأكدين منها بالنسبة إلى نسبة النطاق الموجود إلى المخاطر وننظر إلى ترجمات مختلفة وأمور أكاديمين أخرين قاموا بتطبيق أفكار مختلفة ومن يسميه حالة المشكلة بسة كل المشاكل هي ممكن أن يتم حلها وبعض منها تعتبر لغزاً وهي تعتبر أسهل الشيء بنسبة المشكلة وهناك بعض المشاكل التي تعتبر هي مشكلة كبيرة والتي كانت بالنسبة إلى الشركاء الذين يشاركونوا بالمشكلة وفي غربية الحالات نستطيع حلها لنقل مشكلة نشرية وهذا عندما يكون الناس يحاولون حل هذه المشاكل بأنفسهم لنقل ذلك بالتريقة نحن نعمل في مشكلة تعتبر بالنسبة إلى المشاكل التي تعتبر هي مشاكل منشأة أو يتم صناعتها من قبلنا نحن كبشر أو ربما من قبلنا نحن كمنفردين ولذلك يجب أن ننظر إلى ذلك بشكل هي تعتبر هذه المشاكل عدم الكل ننظر إلى بعض الحالات أو المناسبات أو المشاكل ننظر إلى الكتاباء والذي يقدم بعض الأمثلة كيف الناس قاموا بالتنبؤ بشكل خاطئ الأرقام بالنسبة إلى مثلا عدد السيارات الكاربائية التي سيتم صناعتها بعد عشر سنوات من الآن مثلا ولدينا أيضا الكثير من الأنماط الموجودة وهذا ما نسميه هي كل أجزاء الموضوع متعلقة بشكل كامل والجزء الآخر ننظر إلى هذه المعايير المبنية على الوقت ننظر إلى المعلومات المتاحة بشكل تاريخي أو حتى التاريخ ونفترض بأن كل هذه البيانات هي صحيحة عندما ننظر إلى بعض المبنية على الأدلة ننظر إلى الأفكار والناس ورواها من المستقبلية ومن أين تأتي بذلك هل الأدلة أو هذه النقاط المبنية على الدليل هي صحيحة مئة بالمئة فإذا قصة أخرى في منتصف إجراءة ذلك الكتاب من قبل كارلون كاسمها وكينس أعتقد هو كتاب عن الامبراطورية البريطانية لنرى ما كانت طبعا هذه الامبراطورية البريطانية رائعة جدا يجب أن أقول هو تاريخ كان يجب أن نعرف عنه كما قلنا مهما جدا عندما ننظر إلى المبنية على الأدلة لنستطيع أن نقوم بتنبؤ وتنبؤات مستقبلية تكون مئة بالمئة صحيحة إذا لم يكن لدينا هذه المعايير المبنية على الأدلة وأخيرا تحدثنا عن طرق للنظر إلى المستقبل هناك طرق مختلفة لكن هنا تحدث عن التنبؤ وعملية استشراق المستقبل في هذا الوقت الحالي وننظر إلى المستقبل بأربعة طرق مختلفة والتي تكون مثيرة للاهتمام أكثر ولكن الخطر أن نأخذ هذه الفترة الاستشراقية والتنبؤية ونخم بافتراض ما الذي سيحصل في المستقبل العديد من هذه النقاط يتم تسبيبها بالكثير من الأمور الحيادية المعرفية وأيضا الأمور الثقافية والقسم الآخر بالنسبة للكتاب وهي السيناريوهات والدور بالتعامل مع عدم اليقين أنظر إلى نقطتين رئيس سيحتين هنا السيناريوهات التي ممكن أن يتم اكتشافها لدينا بعض السيناريوهات التي تكون دائما بمنية على المستقبل والتي تؤثر بالعالم في الوقت الحالي في آخر السنتين بسبب جائحة الكورونا ولهذا ما الذي يتطلع علي الناس هو أن يأخذوا ذلك كحدث يحصلوا ويقومون بعملية عكس ذلك أو بربما إسقاط ذلك هناك بعض السيناريوهات بالنسبة إلى بعض الأحداث التي تمرد الفعل عليها الجزء الأهم لذلك هي الطريقة من ننظر إلى حدث معين واحد غالبية الناس يجب أن ينظر إليها أن ينظروا لفترة بعد الحدث نموها نطاق واسع جدا والقدرة أيضا النقطة الأخرى الجزء الآخر بالنسبة إلى النقطة السلوكية ننظر فقط بداخلنا جائحة كورونا هناك كثيرة من النقطة المختلفة كان لديها بعض التبعات على النظام التعليمي النظام الاقتصادي النظام الصحي ونظام الاقتصادي فإذا مهم جدا أن ننظر إلى بعض هذه النقاط التي كانت هي المحركة لذلك وبنفس الوقت يكون لديها آثار مختلفة التي تنتج من أحداث مشابهة أو سابقة هذا عندما نتحدث عن الشاناريات والثالث هو الموضوع المهم هو السلوك والتصرفات لم أبدأ بذلك بهذا القسم ولكن أنظر إلى هذه أول نقطتين بداية ولكن أكثر وأكثر أصبحت مدركا من نظري إلى المستقبل وأنظر إلى الأهداف تقييم الأهداف في المستقبل عندما ننظر إلى أمور مختلفة موجودة لم يتم اتكاره هنا أو حتى هناك لنظر إلى أوقات كبيرة جدا بالنسبة لها التي تحكم كيف يكون ردود أفعالنا وأمور غير مؤكدة تحدثنا هنا عن أمور مختلفة يتم تطويرها من خلال نقاط غريبة جدا والآن ننتقل إليها والجزء الأخير هنا ننظر أن يكون لدينا طبعا هذه الأمور التي تعتبر مقاطة حيادية في نسبة للسلوك وننظر إلى بعض الناس الذين يقومون بتخفيف لن نستطيع أن نقوم بعملية إيجاد فقط الطرق للتخفيف وليس التخلص من بشكل كامل كما أقول ذلك ونستقول ذلك الآن فنلند كدولة كانت استنائية بعمليات اكتشاف نقاط لعملية الأمور المعرفية وتعتمد على الشباب الموجودين لديها وقاموا بعمل ذلك بالفترة الثانية كنت أمضي وقتا طويل جدا بالنظر إلى الخبرة الفنلندية كحالة دراسية هامة إذا لم تمنع أقوم الآن باستخدامي هذه الشاشة لذلك سيجعل الأمر أسهل بالنسبة للشاشة تحدثوا عن أمور عدم اليقين أو الأمور غير الموث نتحدث عن المعروف غير المعروف والعديد منكم ربما سمعوا دونالد رامس وأيضا وزير الدفاع عندما تحدث في عام ألفين واتنين كان هناك بعض المتغيرات المعروف غير المعروف هذا كله يرتبط بشكل بشكل بسيط جدا إلى المصفوختين فإذا لدينا المعروف والغير المعروف وغير المعروف عامة ما قال رامسفيلد قام بوضع هذه النقطتين بأن المعروف غير المعروف هذه نقاط أهمة جدا دقيقة واحدة ما هو موجود هنا لدينا العناصر المتنبأ بها وهذه النقطة قمنا بتحديد بعض الأحداث التي ممكن أن تحصل في المستقبل وهذه المعروفة 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 ما أعرفه أو الأمور المستقبل فإذا قمنا بتأكد من هذه المعروفات وقمنا بعمل إتفاصل معرفة لنكونوا مرتاحين مع صنع القرارات بهذه النقاط هنا تقريبا لدينا المعروف وغير المعروف أنا أعرف ما لا أعرفه وهذه ما قال بيت الاشتراوخ في عام 2000 في بداية 2000 أن هناك بعض المفاجآت الصادمة وهذا بعد أحداث 9-11 كنا نتعلم في المملكة المتحدة أنه سيكون هناك بعض الهجمات أو الأحداث الإرهابية التي ممكن أن تحصل وحصل هناك بعض التفجيرات الموجودة بالنسبة الأنفاق طبعا متر الأنفاق الذي كان موجودا في لندن والذي كنا بعمل فترة طويلة بالنسبة لذلك ولكن لم نعرف متى سيحصل لذلك ولكن كنا نعرف أن هناك أمر سيحصل ممكن حتى في منطقة معينة ولكن كانت هي بعض المباجآت الصادمة التي يمكن أن تحصل اليوم أو تحصل بعد خمسة سنوات هذا يعطينا الفرصة لصنيع القرارات وسنيع السياسات ليبدأ بتطوير ما نسميه خطة استجابة للطوارئ أو خطة طوارئ وخطة طوارئ لن تخفف كل الأثر لحدث عندما يحصل على الأقل يكون لدينا بعض المفاهيم يكون لدينا بعض المستويات من عملية التخفيفة التي ممكن أن يتم الخيام بها وبعد ذلك يجب أن نقوم بالانتقال إلى النقطة رقم أربعة والموجودة هي قال أشار إلي رامس فلد المعروفة الغير معروفة وهي لا أعرف ما لا أعرفه وهنا ما يقوم بالنسبة إلى تسمية الناس هي البشاعة السوداء مثلا عندما يتحدث الناس تحدث عن البشاعة السوداء لا أكون مرتاحا عندما لا نعرف ما لا نعرف طبعا لا نعرفه نحن أستطيع أن أعطيكم مثالا معينا في أمور التي تفكر به لغير المعروفة وغير المعروفة لنقل بأننا تكون ملوثة ببعض الأمور التي تنطلق أو تذهب إلى الأرض وتعمل على إيجاد نوع من الجائحة أو الفيروس أيضا أعتقد أن هذا الغير معروف غير معروف وعبارة عن مصطلح يستخدم من أجل الإضاحة للناس السلوك الذي يجب تحديده في البداية طبعا أين تحدث المعيقات أو التحديات فإذا هذا ما هو هدف الكتاب فإذا هذا موجود في Q3 هو الغير معروف غير معروف وأنا أعرف هذا بأنه عدم معرفة ما أعرفه وبالتالي يكون هناك أمور كثيرة لنعرفها وبالتالي نختار تجاهلها أو ما أعتقد أنني أعرفه فإذا هذه هي المنطقة التي يخطئ بها البشر فهي تحتاج إلى يعني أو ينتج عنها وضع رأسنا في الرمال وعدم معرفة الأمور والأمور والتفاصيل فبالتالي نتركها وطبعا هذه أسميها سودو بلاك سوانز طبعا بإمكاننا أن نحدد أو نعرف كل شيء طبعا كل شيء يجب أن يكون هنا هذا بإمكاننا أن نتجاهله ولكن هنا حيث تحدث الرسالة ولكن النقاش والهدف من كتابه هو أن يكون الناس على وعي بالأمور السلوكية وهذا لا ينطبق فقط على الأفراد وإنما نتكلم قصور في السلوك وعلينا أن نقلله إلى هذه المنطقة فإذن لا نتكلم عن أحارة عدم التقيق بشكل كبير ولكن بإمكاننا أن نقوم بتطوير أدوار تخفيفية وبحسب تسلسل هرمي معين فإذن الأمر الرئيسي من الكتاب هو أن نأخذ الناس من تحديد هذه المشكلة في هذا المربع وعدم المعرفة وأن نقلها بشكل بطيء إلى هذه المربع حيث يكون لدينا سيطرة أكبر على مجريات الأمور وهذا هو ملخص الموضوع شكرا جزيلا لك دكتور بروس لتبسيط هذا الموضوع المعقد دعونا نتأكد أنك يعني انتهيت من هذا العرض وننتقل إلى بعض الأسئلة التي قمت بأعدادها وعند الاستماع إلى هذا العرض التقديمي ذكرت عدم التناسق في مجريات الأحداث فإذن عدم تناسق الأحداث سوف يؤدي إلى عدم تناسق في المعلومات والمعرفة وهذا بالتالي يؤدي إلى قرارات غير متوافقة وغير متناسقة حقيقة القرارات بحد ذاتها ليست بحاجة أن تكون غير متناسقة ولكن عليك فقط أن تكون بمكان وجود هذا هذا حالة من عدم التناسق والاتساق والتوافق فبالتالي مجرد وعيك لها وكيفية حصول الأمور في أوضاع معينة بالتالي تأخذها بعين الاعتبار كصانع قرار وتعطي قرارك بناء على ذلك وهذا ما أعنيه حقيقة بعدم الاتساق وهي وجود الوعي بعدم الاتساق والتوافق على مجريات أو في في حالة معينة وتأثيرها على مجرد الأمور هل علينا أن نقوم بوضع خط أو نوع من المنطقية لعدم الاتساق هذا لا ولكن علينا أن نقوم باستيعاب هذا المصعوم وأن نكون على دراية به فإذا علينا أن ندرك بأن الموضوع به حالة من عدم الاتساق وفقط علينا أن نتصرف على أساسه بما نعرفه وليس من أو عبر محاولات تخمين لأن حالة عدم الاتساق طبعا معقدة ويحاول الأشخاص أن يفهموا بتبسيطها وهذا طبعا يعني لا ينسجم مع المهنية والاحتراقية شكرا للجمهور الذين يقومون بطرح الأسئلة في غرفة الأسئلة والإنجابة أنا فقط أقوم بتجميعهم في هاتف وأطرحهم كيف نقوم بتحسين حالة صنع القرارات في حالة عدم التياقن وبالتالي التخفيف من المشاكل والتبعات التي تتلوها وكيف نقوم بوضع حلول أفضل أقول أن المشكلة الرئيسية يعني أول سؤالين دعني أقول عليك أن تكون واعيا بالأمور التي لا تعلم عنها شيئا وأن تبدأ بالتفكير بتأثيرها على المستوى التنظيمي أو الهيكالي هنا ما الذي على المنظمات الكبرى أو الذي على المنظمات الكبرى أن لا تقوم به هو أن لا يكون بها دائرة مختصين هدفها فقط التفكير فيما ستفى يحدث حقيقة أن كل مجال معين في المنظمات المختلفة سواء كان في اخطاء الخاص أو الحكومي قد يكون لديهم مستشارين معينين ولكن عليهم أن يتم تدريبهم في كل مستوى إداري فمثلا يستطيعون القولة في هذه الحالة أن هذا ما قد يحصل وهذا ما قد لا يحصل وهنا يتم تحديد ما هي المخاطر وبالتالي يتم العمل بناء على إدارة المخاطر ولكن حالة عدم التياقن تبدأ بفهم أنه ليس بإمكانك أن تتوقع ما قد يحدث فبالتالي هنا هذا قد يحدث مشكلة كبيرة ومجرد معرفة هذا هو الخطوة الأولى إذن سوف ننتقل إلى الإشارة الضعيفة التي سوف تسمح لنا بتحديد المشاكل قلت أن معرفة هذه الأمور قد تؤدي إلى وجود ظواهر أو أعراض معينة قد تؤثر على الفرص والتجهز لدى المنظمة عندما يتعلق ما الذي يعنيه ذلك هل لا يوجد معرفة كافية في العالم وهل بإمكان البشر أو حتى الآلات والأطر الأعمال التي تكلمت عنها فيما يتعلق بالتحليلات النفسية كيف بإمكانها أن ترجمت هذه الإشارة الضعيفة إلى أعمال إذن مرة أخرى المشكلة هي أنه في الإشارات الضعيفة وأنه عندما ننظر إلى المستقبل فإن صنعي القرارات يبدأون بالتركيز على الإشارات القوية وبسبب يعني طبعا قلة الموارد والأموال والوقت والكوادر المؤهلة فبالتالي ينحون إلى تجاهل هذه الإشارات الضعيفة الأخرى فإذن المسألة ليست يعني يعني الإشارة الضعيفة هي موجودة قد لا نفهمها تماما ولكنها موجودة وهذا طبعا يتطلب من يعني أقول الإدارة والمختصين يعني هذا ليس تقوم به مرة واحدة في السنة وتضعه في الخطة السنوية ولكن هنا عليك أن تقوم بالتحديث معلوماتك وأن تقوم بالتقييم ما سوف يحدث لأن الأمور قد تتغير بين لحظة والأخرى وهذا طبعا قد يكون له تبعات كبيرة ومن جهة أخرى لديك ما يوجد يعني حالة معينة أو متلازمة معينة متعلقة بالتغير المناخي مثلا والتي هي تتكلم عن طبعا يعني هناك معلومات كافية تقول أن هذه هي إشارة ضعيفة فيما يتعلق بالتغير المناخي ولكن وهذا طبعا يفرض علينا أن نتخذ خطوات سريعة من أجل إحداث التغيير فيعني هذا يعني كما تعلمون الأمر هنا في هذا الحال منطقي والأمر واضحة ولكن لسوء الحظ هناك إشارات لن استطيع التكلم عنها أو أتصرف إزاءها عندما لا تكون هذه الأمور يعني ضعيفة أو يعني هناك أمثلة كثيرة أمثلة شخصية وغيرها وكما قلت قام كثير من الأشخاص بطرح التحذيرات حول كوفيد-19 والتبعاء الاقتصادية وما إلى ذلك إلا أنها كانت إشارات ضعيفة لم يتم تلقيها بالشكل الصحيح وتم تجاهلها علمنا عن الحرب يعني التي قام بها بوتين وقالت كان هناك معلومات استخبارية وصلت وكان هناك سلوكات معينة تمت ولكن مرة أخرى نحن نختار تجاهل بعض المعلومات لأن هناك عوامل أخرى تم يعني بدت وكانها أكثر يعني حالة طارئة أكثر فإذا هذا تمرين غير منتهي فإذا علينا فقط أن نتعامل مع هذه الإشارات الضعيفة لأنها إشارات خطيرة وأن نتصرف إزاءها وأن نقوم ليس يعني بأحداث التغيير بناء عليها وإنما مجرد وعيننا بأنها موجودة هذا بإمكانه أن يخفف الكثير من المخاطر وطبعا هذا يستلزم الكثير من الموارد داخل المنظمات من أجل القيام بأداء هذه التمارين المتعلقة بالتعامل مع هذه الإشارات طبعا كما قلنا لدينا التغيير المناخي مثلا هنا نتكلم عن شيء خطير للغاية ويحتاج إلى الكثير من النقود والأموال يعني إذن علينا أن نتصرف بهذا الموضوع طبعا لدينا سؤال من الجمهور هل علينا أن نجد المفرقة بين اليقين وحالة عدم اليقين أم أن نلعب هل علينا يعني أن نستوعب حالة عدم اليقين ونتقبلها أم علينا أن نحولها إلى اليقين أعتقد أنه علينا أن نجد حالة حالة من عدم اليقين في اليقين بحد ذاته فنحن نعلم أن هناك الكثير من السياسات مبنية على ذلك لكن فنحن لا يوجد لدينا الحقاغ كافة فطبعا علينا أن نبحث عن أو لا نفترض أن الأمور يعني دائما ثابتة علينا دائما طوال الوقت أن يتوقع وجود عوامل أخرى قد تغير مجرى اللعبة فمثلا قد تقول هنا يعني اخترفنا خطأا معينا ما وعلينا أن نستفيد من ولكن علينا أن لا نضمن مجرى الأمور دائما وإنما علينا أن نتوقع ما هو غير متوقع طبعا يعني اتخاذ القرارات لا تكون صحيحة مئة بالمئة ولكن قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن أثناء ذلك أثناء اتخاذ هذا القرار علينا أن نتوقع وجود أمور لم تكن متوقع فبالتالي إذن حالة عدم اليقين هي موجودة في اليقين بحد ذاته فإذا نعم علينا أن نبحث عن حالة عدم التيقن كذلك الحال تمام فإذن عندما يكون هناك مخاطر يواجه الناس هل على المنظمات والحكومات والأعمال أن تقوم بالتحكم بالمستقبل بدلا من محاولة التوقع أقول أن الأشخاص يعني لديهم حالات من لابد أن يواجهوا المخاطر وذلك بسبب نقص الخيال وعدم وجود استراتيجيات وسياسات تتعامل مع الوقائع وقد يكون هذا أكبر خطر على الجنس البشري لكنني لا أود أن أكون أو يعني أركز دائما على الجانب السلبي في حالة عدم التياقن تذكروا بإمكاننا هناك طرق جديدة لقد تكلمت كثيرا عن الطرائق وما إلى ذلك قبل عدة سنوات حوالي ألف طريقة تساعد صانعي القرارات وتدعمهم وطبعا يعني بطرق رياضي معينة لا أتكلم عن هذا الآن ولكنني أعتقد أنه في حالة البحث أو دعني أقول أنه لا يوجد طريقة واحدة هناك مزيج من الطرائق وهناك مشاكل مختلفة تستلزم وجود طرق أخرى لحلها فإذا يعني يختلف الموضوع بحسب التحدي الذي نواجه وهل لأن أقول أن هناك الكثير من المؤسسات المهنية التي تعتمد طريقة واحدة والتي يعني لا تكون ناجعة بشكل كبير فعلى هذه المؤسسات وغيرها ومن الأشخاص أن يكونوا أكثر مرونة في التعامل مع الأمور لدينا سؤال آخر من الجمهور يتعلق بالتكنولوجيا هل أتقدم في التكنولوجيا وساط التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي يقوم بدعم هدف التقويض حالة عدم التيقن يعني دعني أقول أنه حقا آمل أنه أن البعض سوف يتمكن من الاستفادة من البيانات الموثوقة لا يوجد يعني لكنني إذا يعني الذكاء الصناعي وذكاء الصناعي هو السلاح أو الحل الوحيد الذي سوف يفيد في معرفات أو تخطي حالة عدم التيقن إلى درجة ما في المستقبل هناك طبعا أيضا خطر الاعتماد الكبير على اللغاريتميات الآن كما قلت فقط كان هناك تقدمات هائلة في المجال التكنولوجي باستخدام اللغاريتميات وهذا صحيح أو جيد ولكن يعني بإمكانه لا 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 يجب علينا أن نقوم بالاعتماد عليه بشكل كبير هذا الموضوع يتلخص بالتكرار المستمر لكافة الدورات التخطيط وتخطي أو تجنب الأخطاء التي قمنا بها وأعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر فإذا أعتقدت أن إذا تم اخترع جهاز جديد فأنه سوف يقوم ب يعني سوف يحقق رجاحا كبيرا خلال سنتين فقد لا يتحقق ذلك بسبب وجود عوام الأخرى غير مرئية أو غير ملموسة يعني أقول التكنولوجيا حقيقة هي أصعب مجال يمكن التيقن مما كيف سوف يصبح في المستقبل مثلا كان هناك شركة خلويات تقوم بوضع أو يعني إرسال الرسالة الناصية بشكل مجاني وقد كان هذا أو شكل حالة رائعة من التقدم ولكن بعد ذلك لم يصبح هذا أمرا جللا إذن تكلمت عن حالات عدم اليقين والسلوكيات وما إلى ذلك ما هو الدور الذي يجب عليها التوجهات السلوكية وغيرها أن تقوم به صناع القرارات وصناع السياسات فيما تعلق بالاستراتيجية التسويق فمثلا قلتكم يعني كيف كان الحكومات وصناع السياسات الاستفادة من هذا التوجه أعتقد أن العوامل السلوكية هي عوامل قوية وهناك الكثير من الأعمال التي تم عملها بما يتعلق بـ هناك كثير من الأعمال التي تم عملها من قبل تتكلم عن هذا الموضوع أو الموظفين في SSI وقد قاموا بعمل رائع وحجم هائل من العمل فيما يتعلق بالتحييزات البشرية وكيف تؤثر على الأشخاص فإذا هناك كثير من التحييز وقد كان هناك عاحلات من التفكير الجماعي تتكلم عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالشروط الأوضاع وكيف تستخراج يعني معادلات يعني أقول منطقية منها فإذا علينا أن نكون دائما على دراية بهذا التحييز البشري أو هذه الجزئية من التحييز البشري في وساطة التواصل الاجتماعي كان هناك الكثير من التوجه نحو الدعم الذاتي أو يعني بوابات الدعم الذاتي التي تستهدف الأشخاص وهذا يعني شيء جيد ولكن من جهة أخرى إذا كان لم تكن تحظى بالأراء الأخرى وسوف يكون لديك أفق ضيق من التفكير فإذا أعتقد أن العلم السلوكيات يساعدنا في تحديد بعضا من هذه المشاكل وهذا أمر يزداد جدية يوما بعد يوم وأن محاولة تجاوزها يعني صعبة حاليا أما في المستقبل فقد يتغير الموضوع ولكن ليس الآن فإذا بناء على هذا السؤال هل الجائحات بالإمكان تجنبها فمثلا رأينا في الجائحة الكوفيد 90 هل تعتقد أنه إذا قامت الحكومات وصنع السياسات والقرارات قاموا باستخدام هذه المعلومات الكبيرة والأفكار عن السلوكيات هل سوف هل كانوا يكونوا قادرين على تجنب هذه الجائحة أعتقد أن هنا الكثير مما توقع هكذا جائحة فقد رأينا إيبولا وغيرها من الفيروسات والجائحات تحدث في منطقة جغرافية معينة ونحن نعلم أن خطط الطوارئ تم وضعها في معظم الحكومات في العالم لديهم ما يسمى خطط الطوارئ وأما الإخفاء حقيقة هو القيام بتحديث هذه الخطط عند حصول الأزمات فإذن هذه مشكلة فمثلا يعني عندما جاءت الجائحة لم تكن الأمور يعني أو لم تكن حكمة مستعدة فإذن الخطر هو فيما يتعلق بالجائحة هو أنه يعني لم يكن لدينا طاقم طبي كافي لتعاون مع هذه الأزمة وكان صانع السياسات وصانع القرارات يعني لم يقوموا بتحديث الأنظمة بشكل الكافي ونحن نعلم أننا في هذه الدولة لدينا وفرة من الموارد يعني مثل معدات السلامة وطواقم الطبية وما إلى ذلك تنتظر استخدامها في بعض الأحيان عندنا قد نحتاج هذه الأشياء ولكنها بحاجة إلى متابعة وتحديث وموارد إضافية أيضا هناك الحال حيث أعتقد في العام 2016 وقد أشرت إلى هدف الكتاب كان هناك تمريناً مع سلطة الصحة من أجل النظر في تأثير جائحة معينة جائحة كبيرة وقد كان الأمر مخيفاً لدرجة أنه تم قمع هذه المعلومة وحق الحكومة قمت بنسبة هذا الكتاب ولكن قبل حدوث الجائحة بستة أشهر فإذن نعم المعلومات موجودة ولكن هناك الكثير من النقص في معرفة كيفية التعامل مع هذه المعلومات فمنهم من قد يتحجج ويقول أنه ليس هناك الأموال الكافية مثلا أو مثلا هناك الحاكمة الذي يقول أنه لدي انتخابات قادمة وبالتالي ليس لدي الوقت لإثارة هذا الضار والرعب فإذن جميع هذه العوامل البشرية أو التحيزية تقود من قدرة متابعة تحديد الاحتياجات وكيفية تتغلب على التحديات المختلفة فإذن هذا هذه هناك طبعا الكثير من المفاجآت تحدث ولا يتم توقعها أو دعني أقول يتم توقعها ولكن لا يتم الأخذ بالإشارات السابقة لذلك فإذا هذه هي العقلية التي علينا أن نحاول أن ندركها ونتصرف على أساسها إذن حتى نختصم هذه الجلسة بسؤال من الجمهور فإذن لقد كنا نقفق مرارا وتكرارا مؤخرا جاعة كورونا والعزمات القتصادية والعزل الاجتماعي وما إلى ذلك ولكن في نفع الوقت من الجهة الأخرى هناك الكثير من المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة وما إلى ذلك فإذن ما الذي لا ينجح أو ما هو الأمر الذي لا ينجح يعني إذا إذا عطيتنا ثلاثة أسباب ما هي المعوقات ما هي الحواجز لماذا يحصل ذلك برغم توفر الموارد مشكلة الوضع الأولويات لا تزال تحديا فإذن كيف نرتب أولوياتنا الشيء الثاني هو تقبل أنه الأمور غير متوقعة قد تحدث يعني أيضا المشاكل الأسرقية وكيفية رصدها وتوقعها أو قراءتها والمسألة الثالثة هي تتلخص يعني دعني أقول أن الأشخاص يعتقدون أن حالات عدم اليقين نحن ليس لدينا سيضر عليها وهذا أمر علينا أن نتقبل هذه كم مشكلة علينا حلها فأعتقد أننا أننا أن مسألة التوقع أو معظم الحالات التي نراها حالة من عدم اليقين على الجميع البشر أن يتقبلوا أن حالة عدم اليقين هي أمر وارد ولو تبعات علينا إذا نختتم بسؤال آخر بإجابة سريعة فور سايت أو فور تاسك حالة عدم اليقين واليقين حالة عدم اليقين أم اليقين الحالة عدم التقيقين يعني حقيقة أعتقد أنه سوف يكون حالة عدم التقيقين التقيقين التخطيط الاستراتيجي أم التخطيط أو التوقع أو التنبؤ التخطيطي. أعتقد أن التخطيط التوقعي هو أكثر نجاعة في هذا الوقت. وهذا رأيي الخاف. المتافيرس هو أكيد أم غير أكيد. أعتقد. هناك يعني لقد قمنا بتحديد بعض المخاطر وما قد يحصل في هذه المسألة من حالة عدم المعرفة. يعني حقا هذا نوع من حالة عدم التقيق. يعني لا يوجد لدينا أنه لا يوجد لدينا حل لكافة الأمور حتى نركز عليها. ولكن طبعا هذه مسألة يعني مراقبة لما يحدث من المجريات. فإذا ألقى على مجريات الأحداث والتقاط الإشارات وأخذها بعين اعتبار عند صناع القرارات. أيضا هذا يخدنا إلى اختزام هذه الجلسة. شكرا لك دفتور. قال لي لهذه الجلسة. وبهذا رجع أن أبقى معنا. طبعا هناك كتاب سوف يصدر قمت أنت بتأليفه في الصيف. وسوف نبدأ جلسة أخرى خلال الدقائق قليلة بعنوان النساء والأبحاث. شكرا مع السلامة. شكرا مع السلامة. ترجمة نانسي قنقر